كيف تنظر للحراك الذي شرع به رئيس الوزراء بخصوص تعديل الدستور وتعييب مستشار له بهذا الخصوص بسم الله الرحمن الرحيم أولا أود أن أبين حقيقة أساسية أن هذا التحرك غريب نوعا ما لأنه مسألة تعديل الدستور ليس من اختصاص مجلس الوزراء وإنما هي من اختصاص مجلس النواب وبالتالي مجلس النواب هو المعني بالموضوع عن طريق تشكيل لجنة للتعديلات الدستورية لذلك لا أفهم ما معنى أن تكون هناك خطوة في مجلس الوزراء في قضية لا تدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية وبالتالي نطالب مجلس الوزراء بتقديم تفسير لمثل هذا الاتجاه الذي يخوض في موضوع ليس من اختصاصه وما تفسيرك إذا كان يخوض في موضوع ليس في اختصاصه رئيس الوزراء ولا رئاسة الوزراء إذا كان هناك ربما يريد أن يحرك الجو الرامي إلى التعديلات الدستورية قضية التعديلات الدستورية ظلت جامدة وغير مفعلة لأنه لا توجد إرادة سياسية لتعديل الدستور وهذه المسألة موجودة من 2006 وحتى يومنا هذا وبالتالي لا توجد فرصة لتعديلات على الدستور وحتى لو أجري التعديلات على الدستور ستكون تعديلات طفيفة جدا لأن الطبقة السياسية الحاكمة تعتقد أن الدستور كافي ووافي ولا يحتاج إلا إلى تعديلات دستورية طفيفة بينما الواقع أن الدستور أصبح عاجزا عن مواكبة العملية السياسية طيب أنت كنت أحد أحد كتبت الدستور دكتور نديم بالتالي ما هي أهم المواد الواجب تعديلها أو تغييرها ربما برأيك في الدستور والله هي مواد كثيرة لكن بعضها نستطيع أن نضاحها على محاور بعضها تتعلق بتفعيل نظام الحكم يعني آلية اتخاذ القرار بهذه الطريقة العقيمة لا يمكن أن تنتج لنا نجاحا وبالتالي يجب أن يعاد النظر بآلية الحكم وآلية التولي أيضا مو فقط آلية الحكم يعني عملية اتخاذ القرار صعبة جدا في العراق لأنه يمر بقنوات متعددة ويعني إجراءات بيروقراطية كبيرة وهذه كلها تعطل اتخاذ الإجراءات السريعة والتعالج القضايا الطارئة والقضايا المهمة مثلا بعضها تتعلق بتنظيم العلاقة بين الحكومة بين المركز وبين الأطراف يعني بين المحافظات وإقليم كردستان هذا أيضا تحتاج إلى تعديل عندك السلطة التشريعية هناك خلل فيها يعني الدستور يقول أن السلطة التشريعية مكونة من مجلسين مجلس النواب ومجلس الاتحادي وإحنا صارنا سنين طويلة نشتغل بمجلس النواب بدون المجلس الاتحادي وهذه بها تبعات خطيرة على التشريعات التي صدرت ومدى دستوريتها وغيرها مثلا عندنا مواد تؤثر على الوحدة الوطنية منها المادة الأولى التي تقول أن الدستور هو الضامن للوحدة الوطنية بينما الدستور وثيقة ممكن أن تتغير بانقلاب باحتلال بإرادة شعبية فما تربط مع الوحدة الوطنية الوحدة الوطنية فالمادة الأولى تحتاج إلى تعديل آلية المحاصصة التي ثبتت في مادتين أو ثلاثة التي تشير إلى أن العراق المادة الثالثة تشير إلى أن العراق عبارة عن مكونات يعني ليش هو بس العراق بي مكونات حتى يصار إلى الإشارة إلى أنه بلد مكونات مع وجود هذه المواد بلد مواطنين بالضبط مع وجود هذه المواد التي ينبغي أن يكون فيها تعديل هناك مخاوف من أن يثير قضية تعديل الدستور خلافات سياسية أو بالأحرى رفض من قبل بعض الجهات التي هي مرتاحة أساسا لعدم وجود تعديلات هل تتفق مع هذا الطرح؟ والله شوف خلي أقول لك بشكل موضوعي اللي لعبه دور أساسي بوضع الدستور الحالي هي الكتلة الشيعية والكتلة الكردية الكتلة السنية لم يكن لها تمثيلا رسميا وإنما تمثيلا شكليا وحتى في الاستفتاء الاستفتاء الشعبي أيضا كان لها حضور محدود للغاية أنا تقديري مهمة تعديل الدستور يجب أن تناط بالكتلة السنية لأنها لم تشارك بشكل فعال في وضع الوثيقة الدستورية كجزء من تصحيح لخطأ تاريخي يعني ارتكبه أثناء عملية كتابات الدستور والاستفتاء عليه يعني أما تطيل الكتلة الشيعية يعني تعتقد الكتلة الشيعية أنه الدستور ما يحتاج إلا إلى تعديلات طفيفة تعطيل الكتلة الكردية أيضا تعتقد أن الدستور ما يحتاج إلا إلى تعديل طفيفة وبالتالي هذه ليست حلول الدستور منذ عام 2010 صعودا لم يعد قادرا على تنظيم العملية السياسية وبالتالي يحتاج إلى تعديلات جوهرية فخلينا نعطي فرصة للقوى السنية العربية لكي تقوم بمهمة التعديل كأن يقوم مجلس النواب بإناطة هذه المهمة للجنة كتابة الدستور لمجموعة من الشخصيات السنية العربية وياريت أن تكون مختصة يعني مو سياسية ياريت تكون مختصة في العلوم السياسية مختصة في القانون الدستوري لا نكرر نفس الخطأ مع لجنة كتابة الدستور لما أتينا بشخصيات سياسية غير مختصة وبالتالي كتب الدستور بها شاشة في اللغة وهشاشة في ضفط المصطلحات وفي كثير من التناقضات وفي كثير من الغموض فالتعديلات أصبحت ضرورية ممكن أن تناط للجنة التعديلات الدستورية وأعتقد من الإنصاف أن تناط بالقوى السنية العربية جزيلا شكر سياسي المستقل الدكتور نديم الجابري كنت معنا